سلام عليكم كيفكم اخواني ان شاء الله تكونوا بخير يا رب معكم ماجدة العواضي من قناة سبيد هايد اليوم حبيت اسوي شرح بسيط ومختصر عن التطبيق اللي يحول الصور الى صور كرتونية قبل البدء اذا كنت مو مشترك بالقناة رقاء الاشتراك فيها وتفعيل قرص التنبيهات ليصلكم كل جديد اول باول طبعا بعد التحميل هذا هو التطبيق اسمه فوتو لاب بحط لكم رابط التحميل تحت بصندوق الوسط كما ان التطبيق يعمل على النظامين الايو اس ونظام الاندرايد طبعا قبل ما ابدأ هناك تنبيه مهم جدا وهذا التنبيه خاص للاخوات او لاي شخص ما يحب يشهر صورته لان من سياسة التطبيق انه يقوم بحفظ الصور في سير فراتهم الخاصة ومن غموض شروطهم انهم يقومون باستخدام صورة كعرض مثل هذه الصور التي تراها في مقدمة التطبيق فالرجاء الانتباه لهذا الامر جيد طبعا استخدام التطبيق بسيط جدا كل ما عليك هو ان تقوم بالذهاب للخيار فيد من القائمة بالاسفل كما ترى هنا وهنا تجد عدة فلترات تقوم باختيار الفلتر الذي يناسبك بعد ذلك يطلب منك التطبيق السماح للوصول الى البوم الصور الخاصة بالهاتف طبعا نعطيها السماح بذلك ولان نقوم باختيار اي صورة وبعدها نقوم باختيار مقاس الصورة مثلا اذا كنت تريد نشر الصورة بحالة الواتساب او الانستجرام او الفيس ايا كان قم بتحديد المقاس الذي يناسبك وبعدها اضغط على هذا السهم الاخضر والان كما ترون يقوم التطبيق بمعالجة الصورة كل ما علينا هو الانتظار حتى تتم معالجة هذه الصورة بعد الانتهاء نقوم بحفظ ومشاركة الصورة بالضغط على هذا السهم والان نضغط على هذا السهم للحفظ في البوم الكاميرا وهنا نكون قد انتهينا الان اذهب الى البوم الصورة الخاصة فيك وسوف تجد الصورة التي قمت بانشاءها وختاما لا تنسى دعم القناة بالاشتراك وعمل لايك للفيديو ومشاركة الفيديو مع الاصدقاء دمتم في امان الله اشتركوا في القناة